اشتركوا في القناة معنا دف مهم هنفتح معاكم ملفات مهمة فانتظرونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعد كده حاليا المحامي بالاستناف العالي ومسك كلا في حزب الغد الامين العام للامن القومي والمسشار القانوني للشؤون القانونية بالقضاء العربية اشتركوا في القناة من الشخصيات اللي اثرت في حياتي اللي هو اشتركوا في القناة ودائما بتاخدوا قدوة في حياتك الامنية والعملية هو مش عشان والدي هو اللي هو محمود عبدالعال من وانا صغير خدت قدوة في حياتي كلها في كل شيء ومن ناحية انا عرفت لو كان مدير عامل القاهرة الاصبك وكان مدير اخر حاجة كان مدير السجون ولكن هو عبدها كان مباحث القاهرة لمدة حوالي خمسة وعشرين قاهرة والمخدرات ومسك جميع الاسم بتاعت القاهرة يعني عائلة شرطية اه ده ده تاريخ نام المباحث الصحيح بتاعت زمان اذا كان بيتحطي خطات دحس وحبيرا كده نتعلم منها اه 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 ربنا خلي حضرتك يا رب اهم المحطات في حياتي اشرف بيه الامنية في الساحة والاساب بص انا كنت كان والدي كان طبعا المسأل اهل بالنسبة لي في المباحث وكنت داخلت اه على اساس ان انا في الاول بداخل طبعا الامن المركزي ده كلنا موظم الدفعة داخلت الامن المركزي وبعد كده دخلت كتبت الاستطلاع اللي هي التعامل مع مكافحة الارهاب والكلام ده كله وبعد كده وبعد كده روحت اسمه بولاء ابو العلا وبعدين دخلت على مباحث مباحث الكاهرة مباحث مباحث يعني كلمة سياحة وقصور اخويا بيكملوا بعض اعتبروا اه تكمل البعض في اه في بالنسبة كمورد قومي كحاجة قومية سعزينك اشرف بي بس افاصل وانا اعود بعد يزنوك اعود ارجع لكم بعد الفاصل تفضل اشرب بي بس فكودو بنقول انه هو انهما يديهن مصدر القومي من نسبة للبلد ويعتمد عليه اشرب بي حضرقش اشرب بي حضرقش اشرب بي حافل كتاب السياحة اللي صار ايه دلوقتي او السياحة عموما ايه دلوقتي او او احنا فرحالة الوقتي في البلد احنا كان ماشيين بخطوات السيد الرئيس السيسي كان ماشي بخطوات معينة على اساس وبخطة معينة على اساس تنشيط السياحة في مصر بس الظروف اله هنا هي اللي وقفت الخطوات دي وهو كان سياتو يعني كان بيعمل حاجة جديدة بالنسبة بالنسبة حيعمل مظار العائلة المقدسة والزيارة والحج بالنسبة للمسيحين كان ان شاء الله وكان بيبقى خط سير العائلة المقدسة هي كانوا هيبقى مظارات قوية وكان هيعمل افتتاح المتحف وكده بس هو يعني الظروف اللي احنا فيها وهنا دي معطلة كل شيء والله يكون في العون والله يكون في العون ازاي نرجع للسياحة تاني يعني ازا الاول كده ونوفر على رجلين هو طبعا احنا هنعدي بس المرحلة اللي احنا موجودين فيها الوقتي لكن احنا بنتكلم في الملف نفسه احنا احنا لازم احنا ننشط كل انواع السياحة بتاعتنا اه ودوت ياريت له في اه احنا عندنا حاجة اسمها تنشيط السياحة تنشيط السياحة دي بتتعمل في جميع الدول وما في دينا مكاتب بره بنشطه البرامج السياحية لمصر واحنا عندنا انواع كتير من السياحة فا يعني سهل جدا احنا بلد سياحية اصلا يعني ما يعني مش فراعن لا غير فراعن غير فراعن عندك عندك سياحة صحية وعندك عندك ابطية عندك اسلامية عندك اه 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 سياحات اه دينية اه لجميع الجميع الاديان وجميع الملل ممكن تعمل اه ترويج اه قوي جدا بالنسبة للسياحة تمام اعمل تنشيط السياحة عندنا الترفيهية بقى ده الترفيهية زيائية مثلا يعني عندنا غرداء الغطس وعندنا مثلا اه في السياحات اللي من نسبة اله برضو غير الغطس فيه صيد 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 الاسماك ده فيه ناس بتيجي في موسم معين عشان الصيد دوت يعني وانواع الاسماك الموجودة في البحر الاحمر يعني عندنا جميع كل انواع السياحة اللي في العالم كله موجودة في امورية مصر العربية غير الجو الجميل يعني ده ده طال يعني ده ده الواحده اللي بييجوا يقولك لبند السليي يعني تاخد لك حمام شمس كده بس فين بقى الاماكن ده اللي هي فين بالزبط اللي هي اللي هي لا ده في اي حتة بالنسبة لجو مصر يعني طب اهمات تنشيط السياحة ازاي يعني توفرها في مصر اللي احنا ما ممكن يبقى فيه تنشيط لي يعني يعني ايه السوب اللي احنا ممكن نعملها بتنشيط السياحة في مصر لا ما هو بقول حضرتك بالنسبة لكل الانواع السياحة دي بنعمل تنشيط عن طريق الشباب وانهم يبتدوا دعاية مثلا دعاية وبتطع فيه مكاتب موجودة خارج مصر ممكن نعمل برامج وبيبتدوا يعني يدعو الناس برا ليها والاتمان بتاعتها ونحاول ان احنا بنحس اصرف بس زي نحافظ على امن الاصار الاصار في تلاش بلدنا نحافظ عليها زي اه بس امن الاصار هو قانون مية وسبعة عشر ساعة تلاتة وتمانين كان معمول لاحماية الاصار في مصر وكان قبل كده مفيش قانون بالنسبة للاصار تمام لكن بعد كده القانون نزل وخلى بالنسبة للاتجار في الاصار جناية ودوت شدد العقوبات بالنسبة لحاجة اسمها حفر خرصة وكلام ده كله دوتا شدد على الاتجارو وتهربة في الخارج يعني كل ده ديقي كلها جنيت من النسبة يت يعني حرار شوية فيتح برضع لكن طبعا سوق الحالة الاقتصادية وكلام ده كله بيخلي دايما نستفكر في القصر ودهب ومش دهب لكن القصر هو مش كده القصر بيتحسب بالتاريخ اللي موجود على بيقولوا عليها المسطرة وفيه ضهر التمثال او الحاجة اللي بتظهر يعني. كنت عايزة اتكلم حضرك على حاجة في دلوقتي موضوع شائك في الصعودية. لو في موسم الرياض جسموا صورة الاهرامات. ايه رأيك فيها? طبعا احنا عندنا في القرية الفرونية عندنا عندنا موجود تكسيم الاهرامات. بس هو معنا. ايوة انت ايه رأي حضرتك فيها يعني خبرتك كان في صحابة صار. يعني طبعا اه الاصل غير اي حاجة غير اي حاجة تانية يعني انت ده عندنا مية واحد اه هرم. هيعرفوا اعملوا مية واحد هرم? لا طبعا. هيعرفوا اعملوا مية واحد هرم? مية واحد هرم. يعني. طبعا اشعرهم بس. طب هم يعرفوا اعملوا هرم مدرج. يعرفوا اعملوا هرم مدرج ها. ده ده يعرفوا اعملوا الوان اللي جوه. يعرفوا اعملوا الغرف اللي موجودة. يعرفوا اغرفوا يجيبوا الفن اللي احنا بناشوفه وندبئر به. وا ازاي اه تقسيمة الجسم التمثال والكلام ده كله ده 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 ده. ده ده فن تاني هنا dispستانية او حاجات تانية. لاه مفيش عقل يقدر يوصل للفن دوت. ولا اي حاجوا بان يعني هم عندهم اه أهيELLA أهم الاهرامات يعني. الكعبة طبعا. ايه رأي حضرتك اه في العدوان السويوني على الارض غزة الوقت. وما يفعله في في الاطفار والرد دعم. هو الاضحة الفلسطينية دي. اه اه دي هي ليها تاريخ ومعروف من زمان. تمام. يعني من ايام اه دورة العثمانية وان هي بعد الحرب العالمية. وكانت اه اسرائيل اه او او مش هنقول السويونية اللي هي هنقول ما فيش حاجة اسمها اسرائيل اسمها السويونية. السويونية دي عبارة عن اه تخطيط يرجع للسويون. السويون ده اه جبل موجود في الفلسطين. تمام. فهما كانوا عاوزين يعملوا دولة اه 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 ليهم. فابتدوا انه هما سنة بسنة بعد ما اه 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 الحرب العالمية. ابتدوا اه انه انجلترا تديهم الاعتراف بيهم. وابتدى الامم المتحدة تديهم نسبة ستة وخمسين في المية. والعرب تلاتة واربين واه واحد في المية للامم المتحدة. واقروا كده بالموضوع دوت. وابتدت دولة اسرائيل او السويونية تعلن اه عن طريق اه اه رئيسها اه 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 عوزين وابعد كده ابتدوا هم اه عوزين يكونوا الدولة اه يخشوا على نصيب العرب زي ما بقولوا. كمان. لحد ما اجد الفرصة بتاعتهم اه لما حصل اه سيد رئيس جمال عبد الناصر اه افا الماضيك تيران فابتدت يخشوا يعملوا عدوان على مصر سنة 48 وبعد كده جي برانت لويز اللي هو صاحب الفكرة لتقسيم الدول العربية اللي هي مصر والعراق والسوريا والسعودية والسودان ودول شمال أفريكا كلها طبعا هم الخطة مشي تمام يعني عاوز أقول حضرت هي مشي تمام إلا مصر إلا مصر مش عداره نم الدول آه طبعا فهي عملهم هو ده بس هو بيستغلوا في الموضوع دوت التفريقة من ناحية الدينية والملة و يعني وطواقف الطواقف ما بيننا فبيحاولوا يقسموا دايما البلاد لو مسكت البلاد العربية دي كلها هت واحدة واحدة هتلاقيهم ماشيين على حسب الخطة تمام وبيحاولوا الكلام يعملوا النعرة دي عندنا تمام لكن إن شاء الله بإذن الله إحنا عندنا رئيس دي الفل وشعب دي الفل مش هيقدر يا حد يعني يعني نعرف أني أخرج من الكسة دي إزاي ويعني نقف جنبهم إزاي بص هم اللي حيقفوا جنبهم جنبهم نفسهم لازم هم اللي يقفوا بس طبعا بالنسبة للموضوع ناحية الأطفال وقتلها والكلام ده كله اللي حصل دوت يعتبروا أنهم مجرمين حرب مجرمين حرب فانتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك لحقوق الطفل وفين حقوق الإنسان نحن كنا بنسمعها ده احنا كنا بيجي عندنا في السجون يقول لك هم نفتش عشان نشوف حق المساجين اللي انت بتعملوه ده 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 ولا في ما فيش أي رحمة ده اسمه إجرام ده اسمه إجرام ولازم يحصل إعدام على مجرمين الحرب ريت سهل حتى على جوجل سورة المسجد الأقصى اللي هي الصورة معنا جماعة الصورة ده مسجد صخرة مسجد القطباني مسجد قبة الصخرة تمام؟ يعني مش هو ده المسجد الأقصى نفسه طب لازم العلم اللي يفهم ويعرف إن المساجد والمسجد الأقصى والمسجد الحرمية والنبوة بيتعد عليهم تعديات يعني يتعدوا إزاي مصلا؟ بيقفوا جنبهم إزاي؟ والتعديات يعني على المسجد الأقصى وكده بالنسبة يعني هو لازم بيقى فيه وقفة للمسلمين طبعا يعني ده لازم بيقى فيه وقفة والتحد وضد السيهونية إحنا مش بنقول مش بنقول اليهودية اليهود كديانة على رأسنا من فوق لكن إحنا بنقول طب بس أساس الحدركة يفاصل بس وعنعود بعد يصلك وعدنا بعد الفاصل صحبة الإعلامية المتقلقة مروة الحسين نورتنا ونورت كان الساحة والجمال مرسي ربناه خليك يا أستاذ محمد أنا بعتزر عن التأخيري بس عشان الطريق أولا أنا طبعا أنا مبسوطة أنا في الحلقة بتاع سياتك النهاردة وطبعا أنا اتشرفت بسياتة اللي وأشرب به طبعا أنا بعتزر لسياتك يا فندم إننا اتأخرت طبعا هتكامل ولا كامل أنا بأسؤالي طيب سياتك إحنا عايزين سؤال بقى مهم جدا عايزة أسأله لك كلمنا عن العزيمة لدى الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني ده هو زي يتولد مكهور يعني من أيام الدورة العثمانية هم الصيونية بتحاول إنها تعمل دولة في إسرائيل فالناس دي تظلمت من زمان ومظلومين وبيحاول إنهم يخلوا نفسهم بلدهم برضو إنه هو ما حدش يبقى متداخل معهم وكان صدر إنه هو ليه من نسبة 43% من الأمم المتحدة لأولى في 71% الاختلاف اللي حصل صحت غير الماضيك اللي هو بتاع التيران حصل بقى إنه هم راحت السيونية اتعدوا عليهم وحصل لهم حرب 48% واللي احنا وقفنا معهم فيه هم طول عمرهم من أيام الدورة العثمانية والسيونية عايزة تأخذ المكان دوات ومتفقى مع إنجلترا بعد ما طلعت وأنهم يقروا بيهم يعني كسيونية موجودين تانين برضو نفسهم يأخذوا بلدهم ونفسهم يعيشوا حياة فيها سلم لكن مش عارفين يوصلوا ولكن هم الوقت يعزمتهم إنه هم الحد الوقت هنقول إن السيونية مش سيونية يهودية السيونية دي على مستوى أمريكا وعلى ستوى فيه ناس تشيك وفيه ناس أوروبية يعني السيونية دي مش حاجة واحدة بس فهم بيكفحوا السيونية على طول عمرهم فالله كنفعون هم هم شعب يعني برضو التعداد بتاعهم ما يجيش قد أمريكا وإسرائيل أكيد طبعا ولا قد للعالم كله طب معل المساعدة دلوقتي أنا عايزة أعرف دولة فلسطين يعني إلى متى هتذهب إلى أين يعني هتقف لحد فين يعني كده دولة فلسطين دي هنقف فيها كده لحد فين يعني اللي ممكن إحنا نقدر نعمله مع الدولة دي أنا شايفة إن فيه تحالف مع الدول إحنا ودول أخرى كتير وقفين مع دولة فلسطين تمام بندعمها في أكل وفي شرب وفي جيش وكلام من ده تمام يا ترى هل هل دولة فلسطين هنقف على هذا لحد ما الدولة دي خالص تروح ولا فعلا خلاص كده هنقول إسرائيل دخلت قلبا وقالبا في قلب الدولة دي ومش طلعة منها أنا ما تقولش إن الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني زوج عزيمة قوية جدا وحيقرا في قوم الموعودية دي كويس جدا وأنا مبشر خير جدا بالنسبة للفلسطينيين إن هم حيوصلوا بعد ما عملوا الحركة دي أو حركة حمهاز أو كلامنا كله أنا عندي إحساس قوي الناس دي بالدافع عن بلدها وبالعزيمة حيوصل أعتقد إن إحنا قدرينا نعمل الدور بتاعنا معاهم إن إحنا نساعدهم من ناحية الأكل الشور بالكلام ده كله لكن هو مش كفاية هو مش كفاية بس هو الناس دي عندها مناغضة وإن شاء الله بإذن العيو صلي نورت أنا أشرف به ونورتك للسعى والجمال وابد الختام تهنئة الملازم مصطفى أشرف عبدالعال تخرج من كلية الشرطة ألف وارد ربنا أخليه باشا واستلموا اسم المؤطم أهو في اسم المؤطم ربنا أخليه لك طبعا أنا بعد هذه المرة أخرى عن تأخيري وكنت نفسي أعزائي المشاهدين أن أنا أكون من أول الحلقة مع زميلي ومع ديفي المحترم معي المساعد أشرف به بس أنا غصب عني الظروف والله إن شاء الله في الحلقة القادمة أكون دنيا مضبوطة مع زميلي نورينا إن شاء الله أستاذنا نورتنا أشرف به ولللقاء محمد العمراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة